هل تعبت من نفس أصوات الذكاء الاصطناعي القديمة عند تحويل النص إلى صوت؟ هل ما ليست من دفع رسوم باهظة مقابل أصوات الذكاء الاصطناعي؟ هل ترضب في استخدام أصوات مميزة خاصة بك عند تحويل النص إلى صوت وبالمجان تماما؟ في فيديو اليوم سنستعرض كيفية تحويل النص إلى صوت عربي اخترافي من أي صوت تريده جميع الأمثلة السابقة هي عبارة عن نصوص تم تحويلها إلى صوت باستخدام أصوات مشاهير زي ما سمعتم في الأمثلة السابقة في فيديو اليوم هنشرح الطلب اللي كتير منكم طلب على القناة وهو كيفية تحويل النص باللغة العربية أو أي لغة أخرى إلى صوت عربي من أي صوت مستنسخ هذه الأداة ستغنيك إلى حد كبير عن استخدام أي برامج مدفوعة لتحويل النص إلى صوت مثل 11 Lab ويمكن أيضا عن طريقة تغيير الصوت بالزكاء الاصطناعي وهي مجانية تماما وتعمل على كمبيوتر وموبايل قبل ما تتفرج ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجعكم بسعيدني على استمرار في تطوير المحتوى للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو الأداة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها RVC TTS أو Text to Speech ودي وظفتها أنها بتحول النص إلى صوت عربي من أي صوت تريده أو أي صوت مستنسخ من طريقة RVC الأداة مجانية تماما وأوبن سورس وتعمل على موقع Hugging Face موقع Hugging Face يختلف على جوجل كولاب أن الأدوات اللي عليه بتلاقيها شغالة على طول زي ما أنتم شايفين كده لكن جوجل كولاب لازم تشغل خطوات معينة لحد ما الأداة تشتغل في النهاية بنستخدم جوجل كولاب في الأدوات اللي بتحتاج بروسيسور عالي كل حاجة من الاتنين لها استخدام مختلف الأداة أنا عملت لكم عليها شوية تعديلات بسيطة أضفت بعض الموديلات للدحيح ومعلق الكروي الشهير عفيز الدراجي وأيضاً بعض التعديلات الأخرى لتدعم اللغة العربية بشكل أفضل أبسط استخدام لهذه الأداة أنك ممكن تغير صوتك لصوت أي شخص تريده طبعاً الأداة أنا سايب لكم فيها موديلات جهزة لكن ما تقلقوش هعلمكم إزاي تقدر تحط موديل لأي شخصية أنت عايزة هتختار من هنا موديل اللي أنت عايزه وليكن مثلاً موديل البحيح ممكن تستخدم صوت جاهز على جهازك أو تستخدم مايكروفون عشان تغير بيه صوتك فمثلاً تجربة تغيير صوتك لصوت أي شخص تريده بالمجان تماماً على قناة بسيطة U قبل ما أضغط على convert لتغيير الصوت لازم أبقى فاهم كويس جداً لاختيار ده اللي هو درجة الصوت بسبته على زيرو لو أنا بحول من صوت رجل إلى رجل أو من صوت امرأة إلى امرأة وبخليه من 6 إلى 12 لو أنا بحول من صوت رجل إلى امرأة وبخليه من سالب 6 إلى سالب 12 لو أنا بحول من صوت امرأة إلى رجل أنا هنا هسيبه زيره زي ما هو لأنا بحول من صوت رجل إلى رجل هنزل تحت واضغط على index settings ثم أختار نفس الموديل اللي أنا اخترته اللي هو موديل الدحيح ممكن مثلاً أزود القيمة دي على الآخر وزود القيمة دي على الآخر ودي طبعاً موديلات RVC مرتبة من حيث الجودة من هنا أقل جودة فأعلى فأعلى لحد هنا أعلى جودة ولكن الأعلى جودة بياخد وقت أطول في المعالجة أطلع فوق واضغط على convert لتحويل الصوت زمن المعالجة بيبقى من نص دقيقة لدقيقة على حسب زمن الصوت اللي أنت مسجله ده الصوت بعد التغيير تجربة تغيير الصوت لأي شخص تريده بالمجان تماماً على قناة مسيطة تيوب ممكن كمان أغير صوتي لصوت حفيظ الدراجي ما انساش من هنا أختار نفس اسم الموديل ثم convert تجربة تغيير الصوت لأي شخص تريده بالمجان تماماً على قناة مسيطة تيوب لو عايزي استخدم نفس الأداة لتحويل النص إلى صوت عربي من أي صوت أنا عايزه فعايزي الأداة بتوفر لي الميزة دي بطريقتين أول طريقة عن طريق خدمة جوجل تي تي اس أو تي تي اس جوجل أضغط هنا اختار اللغة اللي أنا عايزها طبعاً أنا عايز اللغة العربية ثم بكتب الجملة اللي أنا عايزها وأضغط على زرار سبيك ما بياخدش ثانية ويحول لي الصوت زي ما احنا شايفين كده تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استخدام 11LAB ده الصوت اللي هو حوله لي من النص زي ما قلنا عن طريق خدمة تي تي اس جوجل ودي خدمة مجانية نفترض من هنا موديل بتاعي نفترض مثلاً هو موديل Optimus Prime ده موديل مفروض صوته تخين وأجاش أفروض أن الصوت الأصلي اللي أنا حولته من النص كان صوت نسائي فأنا لازم أغير القيمة دي أخليها بالسالب هخليها مثلاً سالب 8 ثم بعد كده أضغط على Convert ده الصوت النهائي بعد تحويله من النص تعالوا نسمع كده تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استفدام 11LAB طبعاً لو أنا عايز أحفظ الصوت ده على جهازي أدوس على الثلاث نقط دول وأضغط على Download عيب الطريقة دي أن زي ما أنتم سمعتوا كده الصوت بطيء شوية وما عنديش غير نوعية صوت واحد بس اللي أنتم سمعتوها في الأول وده اللي بنحله في الطريقة الثانية بدل ما بنستخدم خدمة TTS جوجل بنستخدم خدمة Microsoft لتحويل النص إلى صوت هتلاقوا في القيمة دي العديد من الأصوات العربية زي ما أنتم شايفين كده مثلاً هاختر أول واحد اللي طالع عندي هدخل هنا النص ألغط على Speak ما بياخدش ثانية وبيحول لي النص اللي أنا دخلته لملف صوتي تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استخدام إليه في الناب هغير بقى الموديل المستخدم هاستخدم مثلاً موديل محمد هنيدي نخلي بالنا أن الصوت الأصلي صوت نسائي وأنا عايز أحول الصوت رجالي فلازم القيمة دي تبقى من سلب 6 لسلب 12 زي ما قلنا ثم أضغط على Convert الصوت النهائي تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استفدام إليه في النقب ممكن في أي طريقة من الطريقتين علشان أحسن جودة الصوت المنطوق شوية أخذ الكلام اللي أنا عايز أحوله لصوت ثم أدخل على موقع زي شكيلي علشان أعمل تشكيل الكلام عشان يطلع بشكل دقيق أكتر هضغط على تشكيل إلزامي ثم أضغط على إبدأ التشكيل هاخده Copy ثم Paste أغير الموديل مثلاً لموديل صوت سيدة اللي هو آخر موديل عندنا فطالما أنا زي ما كاتب لكم هنا أحول من صوت سيدة لسيدة أو صوت رجل لرجل هخلي القيمة دي بصفر ثم Convert ده الصوت النهائي تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استخدام إريف الناب طبعاً الجودة رائعة جداً نفترض أن أنت عايز تعمل تحويل النص إلى صوت عربي من أي شخصية أنت عايزها أولاً لازم يكون الصوت ده مستنسخ ولو موديل زي موديلات اللي احنا شايفينها دي وطرق استنسخ الصوت احنا شرحناها في الفيديوهات اللي واضحة أمامكم على الشاشة ممكن تستخدم أي طريقة منهم سواء اللي على الموقع ده موقع ويتس أو عن طريق جوجل كولاب والموقع ده حالياً بيسمح لك بتدريب موديل صوتي واحد فقط في اليوم بالمجان ممكن أيضاً تستخدم موديل جاهز من الموديلات الموجودة في الموقع ده وتضيفها في الأداء بتاعتنا إزاي الكلام ده؟ هنضغط على بحس هكتب كلمة Arabic حيطلع لي المئات من الموديلات الصوتية الجاهزة ممكن مثلاً نجرب الموديل ده بتاع محمد طاهر لأنه حيدي معي نتائج أحسن في الكلام هضغط على بتاعت نوع دول ثم دا وانلود موديل الأداء بتاعتنا ممكن تاخد موديلات خارجية ولكن لازم يكون الموديل ده محفوظ عندك على جوجل درايف علشان نعمل كده هتفتح جوجل درايف بتاعك وتختار الموديل أو الموديلات اللي انت نزلتها من موقع ويتس دوت جي جي هترفعهم على جوجل درايف طبعاً جوجل درايف ممكن تخش عليه عن طريق drive.google.com بتختار أي موديل منهم وتضغط بالزر الماوس اليمين ثم share ثم تضغط على آيكونة share وتختار من هنا anyone with link وبعدين copy link هارجع للأداء بتاعتي ثم أضغط على download voice models ثم في الخانة دي هعمل paste أو لصق لللينك بتاعت الموديل على جوجل درايف عندي ده مثلاً موديل تامر حسني فأنا حسميه تامر ثم أضغط على download بعد ما بيخلص بيقولي موديل downloaded هارجع تاني للصفحة الرئيسية ثم أضغط على refresh هلاقي موديل تامر واضح عندي زي ما أنا كتبت اسمه هضغط عليه هنجرب بقى هنا نحول النص لصوت تامر حسني كتبت النص هضغط على speak طبعاً الصوت اللي أنا مختاره صوت نسائي وصوت تامر صوت رجالي فهنخلي القيمة اللي هنا زي ما اتفقنا سالب 8 ثم convert ده الصوت النهائي تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استفدام إلي في النهب وده صوت محمد طاهر تحويل النص إلى صوت عربي بجودة عالية ومن أي صوت تريده وبدون استفدام إلي في النهب طبعاً واضح جداً أن صوت محمد طاهر أحسن بكتير وده لأن الموديل المستخدم فيه أفضل بكتير بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لأن ده بيساعدني على تطوير المحتوى باستمرار للأفضل واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله